كم ملي؟ احنا بدينا ابتدت الناس تطلب حاجات أرقى فبدينا نعمل الحلة اللي هي الجرانيتو البنك دي الجرانيتو دي بزيتها ان هي تلاتة ونص ملي تقيلة قوي اليد بتاعته HT كان زمان الناس بتشتكي ان اليد ممكن بتتحرق بتشم ريحت اليد البكالير لا خلاص القصة دي انتهت مع الحلة دي تقيلة بص القاع بتاع حضرتك فيه توزيح حرارة من تحت الملمس بتاعها المسيحة كده حضرتك من جوة من تحت دي احنا لما بجينا المنتج ده بنفيه لعمله اختبارات احنا في المصنع عندنا فيه معمل صغير كده وإحنا بنجرب الحلة دي الناس اللي بيجربوا بيقولوا عليها حلة سحرية علشان النقط دي لما تتعرض لنار كبيرة قوي تسيبيها تهدى هي مش هتتغير لونها تلاقيها فتحت تاني يعني لو انت غلطتي وعلتي النار عليها هي مش هتغير لونها معاك مش هتشيط مش هتشيط احنا بعد الحلة دي لما لقينا الطلب عليها محترم ابتدنا نعمل حلة جديدة بس دي لسه يعني ان شاء الله المرة الجاية يعني شايف حضرتك استقبلتي ناس كانوا في حلقات قبل كده ان شاء الله السنة الجاية لما نيجي معاك تاني المانورية لحضرتك و اول منزل اول انتاج انا حبعت العرق منها يا هتنزل على شهر اتنين احسن حلة والله العظيم احسن حلة في العالم هتشوفيها الاعرام هتعمل احسن حلة في العالم ان شاء الله يا خويا الراجل البرة قال لي ما تختماش ميدين ايجيبت اختمها براودلي ميدين ايجيبت الله عليه والله ايه الولد الجميل ده راجل جميل واحنا ختمناها كده فعلا طب عايز اسألك سؤال ليه الحلة دي الحلة دي ستين لستين ستين لستين ايدها بتسخن اه اه ليه علشان تعيش اكتر ايه هو ده يعني انت لسه يعني لا لا دي ما تش هتسخن لانها بعيدة بقى اليد هنا بعيدة لا بتسخن يا مصطف لا مش للدرجات دي ودي بتسخن لا لازم بطلع له عين بس بتعيش بس بتعيش احنا عاملينك موديل تاني اللي هو اله تي هي نفس الحلة بس باليد اللي هي ما بتسخنش فان دي اللي هي قبليها هناك عين اه ما بتسخنش اه اللي تحت اللي تحت اه ايوة ما دي عاملة زي دي شوية ايوة بالضبط هي نفس اليد دي اه اليد دي من اغلى الاياد اللي في العالم ما فيش حد بيستخدمها غيرنا احنا هو مصنعين في ايطاليا بس لان هي غالية اه احنا بنقدم للمستهلك المصري المنتج الكويس بسعر كويس جدا طيب دلوقتي انا ام عايزة بنتي اسمه ويل اللي هو تتشور اه شوار للبنت دا مهم جدا عايزة اعمل لها اعمل لها مطبخ طيب انا لو داخل دلوقتي بقولك انا عايزة اعمل مطبخ عايزة تقم حلل وطأم طاصات وكسرولات ووق تقريبا بتكلم فرينج قد ايه على حسب النوع لو حرك عايزة الامونيوم بقى سعار لو عايزة ستاليس بقى سعار فلون بقى سعار ايتيرنا بقى سعار ويفلون بقى سعار جرانيت بقى سعار جرانيت ديزاين بقى سعار كل حاجة بسعرها طيب لما تقول الفلون دا اللي هو اللي غير لاصق او اللي بش عارف ايه الحاجات اللي ليها مثال لو انا باخد حل طأم حلل مثلا ست تقول 8 حلل والفرنساوي اللي هو مثيل ليا ما بين 40 ل 45% انا اقل تمام حلو دا بالنسبة فيه 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 يعني مثلا شايف عليك الحلل الامونيوم اللي هناك اللي في النص اه دا التقم بتاعها 9 8 قطع بتسعمية تسعة وتسعين جنيه اللي بين الحلتين الكبارة بزبط كده اه كم؟ 999 8 حلل 8 حلل اه عظيمة اه ارخص لو ام بقى هاتي مسكات لو لقيت سخلك دا يقناش بقى في عشتنا احنا الطقم دا محافظين على سعر وده ارخص طقم حلة في مصر كلها لان الامونيوم الطقم دا سهل جدا اي مصنع صغير يعمله بس مشكلة احنا اخدنا ان احنا نبقى لنا دور قدبي ان احنا نقدم للمستهلك منتج محترم لان انت الامونيوم سهل جدا نغشه اه بيبان في لونه شايف حركة لمعة الامونيوم من جوه الامونيوم التاني بيبقى لونه مدي على ازرق او اسود اه بس دا لونه بيور ابيض لانه فعلا بيور احنا بنجيب الخامات بتاعتنا سواء من مجمع الامونيوم احسن سابع مجمع الامونيوم في العالم او من ايطاليا حسب السكنس وحسب طي اللي تحت دا ايه استال ستيل كله الدماسة لا الدماسة الامونيوم واللي جنبها اللبانة استال ستيل والكانك دا مهم جدا لان احنا شعب نحب الكانك لسه في ناس بتغلي اللبن انا عندي في البيت بطالنا نشرب اللبن اللي هو دا بس لا بتتباع كويس معرش مين بيستخدمها بس هي بتتباعها طيب الكانك برضو عندنا موديلات في الكانك كتير اه كل الاصناع كل براريد اه عندنا صواني تقديم وعاجبني استيلات التاسات دي والسانية دي مثلا الزغنانة دي عاجبني دي بحب التاسة المربعة دي بتعمل حركات برضو دي دي حاجة جديدة اه ادمنادات الالالالي الصغيرين رقم 0 1 2 اللي عايز يعمل 10 3 الكلام دا كله عندنا طيب بتشتريها بالنمرة ايوا بالضبط كده اه مسلا مكلفة دي دي تقول ليس انا بقى هاعد اشتري البنتي بتاع طيب قول لي منافس بيعك ايه احنا عندنا اكبر مول اواني في مصر كلها في شوبرا في دوران شوبرا دا مكان اربع تدوار مخصص لاواني الاهرام بالكامل لان احنا المنتجات بتاعتنا كتير بتوزعوها برا بنوزع في محلات كبيرة اه علشان احنا عندنا سياسة في البيع المنتج للمستهلك بسعر قليل جدا طيب هتجيب لي حل شكلها ايه المرة الجاية احلى حل في العالم اه دي كوبصه ربط نفسه من لسانه امش دعوة لا انا عارف انا بقول له حركة ايه شايف حركة طاجن دا اه اللي هو دا تعكيكة لا دا اللي جنب الحل دا اه الطاجن دا دا بيتعمل تلاتة ونص ميلي تقيل جدا عليه شكل من تحت محتاج قوة مكابس قوية جدا عملنا خط انتاج كبير قوي علشان ينافس اكبر مركات في العالم واحنا بصدد سجلناه في ايطاليا عشان احنا عايزين نصدر في ايطاليا ايطاليا دي احسن مطابق في الدنيا في العالم احسن مصانع في العالم لو النب ها طبعا هي وفرنسا في مهنة الاوني والبرازيل في الاستيل استيل اقوية جدا المنتج دا حينزل في شهر اثنين احنا دلوقتي بنسجله في مصر يعني خلاص قربنا نخلص هكخلصنا في ايطاليا عندنا في اسكندرية خمس فروع تمام حلو او